زي حضراتكم عاملين ايه كله تمام طيب زي ما حضراتكم برضو اكيد عارفين فانه مصر كانت من ولايات الدول اللي عزت في وفاة الرئيس الايراني الراحل السيد ابراهيم رئيسي وفي وفاة طبعا وزير خارجيته رحمة الله عليه سيد حسين عبداللهيان وطبعا كافة المرافقين وكانت التعزية رسمية من الدولة ومن رأس الدولة فخمة رئيس عبدالفتاح السيسي مش بس كده ايضا معالي وزير الخارجية سيد سامح شكري يشارك في تشييع المراسم الخاصة بالرئيس الايراني معانا على التليفون دكتور هدى رؤوف خبير الشؤون الايرانية اهلا بك يا دكتور هدى اهلا بحضرتك دكتور هدى يعني ونحن نتحدث عن حادث الطائرة المتعلقة بالرئيس الايراني ووزير خارجياته والمرافقين ثم المراسم التعزيات الى اخره بتعتقدي انه نقدر نقول ملامح القادمة للتوازنات في المنطقة تسير في اي اتجاه يعني هناك احتقانات نرى ما نرى على الصعيد الفلسطيني تحديدا ونرى ايضا خلوا في المنصب حتى في اطار المواد الدستورية التي تعين رئيسا مؤقتا حتى اجراء الانتخابات يعني لو حضرتك بتقصد من السؤال تأثير وفاة ابراهيم رئيسي على الاوضاع الاقليمية في المنطقة يعني طبعا اختفاء الرئيس الايراني ووزير خارجيته هو حدث هتكون له تداعياته الداخلية في تصوير اكثر من الخارجية ان احنا لو بنتكلم عن منصب رئيس الدولة في ايران فتنجد انه طبعا ليس هو من يضع السياسة الخارجية وادواتها ويحددها وانما ده بيتم من خلال جهات اخرى على رأسها المرشد الايراني مجلس الامن القومي والحرس السوري بشكل اساسي الى جانب المرشد الايراني اما رئيس الدولة ووزير خارجية يعني رئيس الجهاز التنفيذي يعني مثل منصب رئيس الوزراء وبالتالي وزارة الخارجية تساعد في تنفيذ السياسة الخارجية وليس وضع ملامحها وبالتالي الملفات السياسة الخارجية المرتبطة بالانفتاح او التوتر مع دول الاقليم العلاقات مع اسرائيل العلاقات مع الميليشيات في المنطقة التوترات حتى الملف النموي والمفاوضات مع الغرب كل دي امور هي محسومة من قبل المرشد الايراني والذي بمنح لبعض الملفات بالدوق الاخضر بالنسبة لحكومة رئيسي وقتها ان يتحرك فيها بالتالي التأثير لن يكون كبير في مجال الاقليمي او السياسة الخارجية ستستمر كما هي يعني لا نقول ان هناك انفراج ولا نقول لا ستستمر السياسة الخارجية الايرانية كما هي حتى يتم انتخاب الرئيس الجديد وحتى في توقع ايضا اذا جاء رئيس جديد طبعا هيكون استكمال لسيطرة الطيار المنتشدد والاصولي على مفاصل الدولة الايرانية وبالتالي لنت تغير تلك السياسة حتى بعد الانتخابات الرئاسية الايرانية القادمة طيب دكتور هودا اعلم جيدا انه يعني المحللين والخبراء دائما ما ينظرون في كل كلمة وفي كل مصطلح احنا كان عندنا في التعزية كان هناك كلمة ومصطلح اعتقد انه هما شوية جديدين على المصطلحات الرسمية المصرية وهي انه الشعب الايراني الشقيق ده من جهة دي التعزية الرسمية ومن جهة اخرى ارسال او ذهاب وزير الخارجية المصري سيد سامح شكري هل بتعتقد ان هناك تطور ما شكلا ومضمونا في العلاقات المصرية الايرانية وليس فقط على المستوى الدبلوماسي لا يعني خلينا واضحين في اطار دبلوماسية الجوار وفي اطار رغبة ايران في انها تخرج عن عزلتها الاقليمية ترقت باب عدد من الدول وكان طبعا على رأسها نصر وكان هناك الحاح واسرار وحتى في الحالة المصرية يعني كان طبعا ايران طول الوقت تتكلم عن عدد من الدول وجدنا مثلا انها عملت اتفاق مصالحة مع السعودية حسنة العلاقات مع الامارات بعض يعني تتكلمت عن البحرين لكن بنجد في الحالة المصرية كان هناك دائما تصريحات من كل مسؤول الدولة الايرانية حتى المرشد الايراني تحدث عن الرغبة في تحسين العلاقات او رفع مستوى العلاقات مع امر تحدث ايضا رئيسي كذا مرة عدة مرات حتى احد الدبلوماسيين في الجهاز الخارجية الايرانية قال ان رئيسي قال له فلنستعادل تحسين العلاقات مع مصر وبالتالي وحتى ناصر كان علي المتحدث باسم الخارجية ووزير الخارجية تلك كان فيه رغبة شديدة جدا من الجانب الايراني نحو تحسين العلاقات مع مصر تطبيق العلاقات رفع مستوى العلاقات وقدما للامام وطبعا نتيجة توطرات المنطقة وبعض الاحداث هنجد حتى منها غزة بالتالي وضعت الظروف حينها وجدنا ان الرئيس السيسي التقى برئيس الايراني في قمة الرياض حينما التي عقدت على خلفية حرب في غزة هنجد ان كان هناك اتصالات بين وزير خارجية سامح شكري ووزير خارجية الايراني عبداللهية وبالتالي كان طبيعي جدا وحتى مصر لم تمانع في فكرة تحسين العلاقات ولكن بشروط الدولة المصرية وعدم التدخل مساهمة ايران في تهديئة التوترات في المنطقة عدم تصعيد التوترات في بعض البقر التي تتمثل مصالح الامن المصري والامن العربي وبالتالي هناك يعني ليس هناك رفض من مصر لكن هناك شروط تريد مصر ان تلتزم بها الدولة الايرانية وبالتالي هي كانت سكرة لنرى وننظر الى سلوك الدولة الايرانية وبالتالي في حدث جلل مثل الذي حدث لايران حني ان كل دول المنطقة حتى التي كانت لديها علاقات سيئة ومتوترة مع ايران يعني اوفادت طبعا وفود وممثلين من عندها وبالتالي فطبيعي جدا ان كان وزير الخارجية يكون موجود هناك عدد من الدول الخارجية طبعا كل الدول الخارجية تقريبا ارسالة الوزراء الخارجية يعني تمثيل كان مختلف طبعا من الدولة الاخرى وبالتالي كان طبيعي طبعا ان مصر طبعا يكون في بياد تعزية للشعب الايراني يعني في النهاية انت تعزي الدولة والشعب ايضا وليس النظام السياسي الموجود ودي بتكون رسالة طيبة طبعا من قبل دولة زي مصر وباقية الدول الاخرى بان هناك رغبة طيبة ونواية حسنة ناحية ايران والشعب الايراني وبالتالي فكرة او الافكار المترسخة لدى العقلية للنظام الايراني التي ترى ربما يكون هناك اضطهاد من بعض الاطراف الاقليم او خارج الاقليم لا احنا يعني ده بادرة خير بتبين للشعب الايراني ان ليس هناك اي نواية سيئة جاهة من دولة الاقليم اشكرك جدا جدا دكتور هودا كل شكرا دكتور هودا رقوف خبير الشؤون الايرانية